أعتقد أن خطوة التيار الوطني الشيع هي مكملة لتشكيل التحالف الثلاثي الذي حدث بعد مخرجات الانتخابات الماضية التيار الصدري بعد انسحابه من مجلس النواب يسعى الآن لعودة وبقوة إلى العمل السياسي في ظرف حرج بالنسبة للإطار التنسيقي اليوم هناك انقسام كبير ما بين الإطار التنسيقي ما بين الحرس القديم والحرس الجديد الحرس الجديد المتمثل بقيس الخزعلي سيد محمد الشيع السوداني حيدر العبادي عمار الحكيم ضد الحرس القديم الممثل لسيد نوري المالكي وفالح الفياض ما قيس الخزعلي من الحرس الجديد؟ قيس الخزعلي مقاتل معركة تحد دعونا بس كمل الفكرة الحرس القديم سيد المالكي هادي العامري فالح الفياض هؤلاء يمثلون الحرس القديم ولو تنتبه إلى المنصات المرتبطة مثلا بسيد قيس الخزعلي وحتى الإعلاميين مرتبطين بسيد قيس الخزعلي هناك هجوم باتجاه السيد نوري المالكي ظهور التيار الوطني الشيعي في هذا الوقت جعل التيار التنسيقي في خوف كبير أولا تتفق أو تختلف مع السيد الصدر السيد الصدر له قاعدة جماهيرية ثابتة قد أنها تزيد وقد أنها لا تقل على عكس بقية الأطراف لا والشخصية الشيعية الوحيدة أكيد طبعا معدل مرجعية مرجعية النجف الأشرف في سماحة المرجع السيد الإلسستاني الشخصية الشيعية السياسية هنا حتى أكون واضح اللي عندها مقبولية وجماهرية عند الكرد وعند السن وعند المسيحين وعند جميع المكونات صح نعم وبهذا أنت اليوم الإطار التنسيق الشيعي أنا أعتبر أنه أصبح من الماضي من الماضي لن يكون هناك إطار تنسيق الشيعي في الانتخابات القادمة على العكس قد يكون نصف الإطار التنسيقي سيلتحق بالسيد الصدر مع وجود مقبولية من البيت السني ومن البيت الكردي أنا أعتقد أن السيد الصدر ذهب باتجاه تشكيل الحكومة القادمة ومن الآن يعمل على محاولة الحصول على الأغلبية أعتقد أنه لن يمكن من ذلك بالنسبة للبيت السني حقيقة وللأمانة أنا أتحدث كمواطن سني البيت السني هو حليف للبيوت الخارجية هو من حضرها باللي تفضلت بي بتفسيرك لخطوات التيار الصدري علانة التيار الوطن الشيعي هو من هذا استنتج المكون السني وراح إلى ترتيب أوراقة تحت الإطار التنسيق السني للالتحاق بالتيار الوطن الشيعي لا لا البيت السني يختلف عن البيت الشيعي اسم الإطار التنسيق الشيعي علي قاس رقبا بالتيار نحن بالنسبة لنا في البيت السني البيت السني ليس مثلا قراراته أو توجهاته أو تحالفاته ليست مرتبطة بالبيت السني مرتبطة بقطر مرتبطة بتركيا يعني أنا أعطيك مثلا يعني مثل بسيط هل يستطيع أيضا عندنا جزء من الشيحة مرتبطين بيرا يقدر سيد محمد الشيعي السوداني أو سيد رئيس الجمهورية يجمع المتناقضات في السنة مثلا الكربولي مع الحلبوسي مع خميس الخنجر في اجتماع واحد منه جمعهم سيد السوداني وين جمعهم؟ لا ما يقدر يجمعهم ولا حتى رئيس الجمهورية يقدر لكن لما جاء اردوغان إلى بغداد جمعهم كلهم طيب أنا اليوم في خصومة مع هذا الطرف السياسي ليش أحضر إلى هذا الاجتماع إن لم يكن هناك ضغوطات قوية أو أن السيد أردوغان أقوى من الأطراف السياسية العراقية بحيث جمع كل هذه المتناقضات في قاعة واحدة نحن الآن مثل ما ننتقد قاعاني الشيعة اليوم أردوغان هو قاعاني السنة أهو نعم أردوغان قاعاني السنة قاعاني السنة لهذا البيت السني ليس لديه قرار هو مسلوب الإرادة يتبع الأطراف أو الدول التي تموله أو التي هي تتحكم بالقرار يعني مثلا الأطراف السياسية السنية لسنوات كثيرة كانوا ممولين من دول يدعموهم باتجاه ضد العملية السياسية ألا تشاركون في العملية السياسية